اشتركوا في القناة اهلا بك يا باش مهندس واهلا بك وعزائي المشاهدين في حلقة عنوانها نواصل الانتصارات ونكشف الحقائق الحقيقة للفترة اللي فاتت مش بس فريق الكورة على كافة الأسعادة الأهل بيواصل الانتصارات بيواصل الانطلاق بقوة في كل المجالات الآن تحديدا واحنا بنكلم حضراتكو محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد في زيارة للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة في استقباله الكلام كتير حوالين دعم المحافظ ومسندته لمجلس إدارة النادي لتقديم كل الإمكانات للنادي الأهلي علشان ينجز خطة إنشائية عملاقة هدفها إزاي يقدر ينمي البنية التحتية الرياضية وإزاي يقدر يقدم أفضل الخدمات لأعضاءه في كل مقراته يا بش مهندس وهو مصلحة متبادلة الأهل ينمي لا ينمي الأهل فقط وإنما ينمي محافظة القاهرة وخصوصا القاهرة الجديدة فأعتقد أن المنظور الاجتماعي والسياسي والحس العالي عند السيد المحافظ جعله من مجرد سلطة إلى شريك مهتم أن ينمي الأهل هذا النمو ويفيد هذه لحظات طبعا استقبال سيد المحافظ في النادي في النادي يستقبله العمري فاروق نائب رئيس النادي وأستاذ محمد مرجان مدير عامل نادي يعني بعض الأعضاء اللي كانوا موجودين لحظة الخروج الحقيقة للمجلس إدارة النادي اللي كان في استقبال السيد المحافظ كان الكابتو محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس والأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق وأعضاء المجلس الأستاذة خالد مرتاجي وطاري أنديل ومحمد الجرحي ومحمد الضماطي والدكتور مهند مجدي والعميد محمد مرجاني المدير التنفيذي تم الاتفاق على أمور مهمة جدا يمكن المحافظ أبدأ ساعاته الكبيرة بتلبية دعوة الكابت المحمود الخطيب لما كان زاره الأسبوع الماضي كابت الخطيب والأستاذ العمري فاروق كانوا زاروا المحافظ في مكتبه ووجهوا له الدعوة لزيارة النادي الآن المحافظ بيرد الزيارة في هذا الاستقبال الحر والحفاوة الواضحة جدا اعتزاز المحافظ القاهرة لما يكون عمدة القاهرة سعيد أن النادي الأهلي واحد من أهم معالم ومكونات محافظة القاهرة ويكون النادي الأهلي عنده هذا الارتباط بمجتمعه وبإقليمه وبمنطقته وبمسؤولته المجتمعية اتجاه وطنه يا عزيزي إبراهيم حكيديها يا عزيزي إبراهيم عشان نكمل حلقة كويسة أيوة أليس محافظ مدريد سعيدا بوجود ريال مدريد طبعا يقدم له الدعم طبعا لأنه ريال مدريد هو عنوان صحيح مدريد أليس محافظ الأقليم الكتالوني سعيد ببرشلونة هو بيسوء الداخل محافظ منه في الوضع السياسي صحيح صحيح عندما يكون نادي بحجم الأهلي مصنف على مستوى العالم في محافظة القاهرة ما كان أن توجد كل هذه المشاكل الماضية مع المحافظين صحيح من غرامات عشان رخص فعلا مقدمة ولكن الأهلي بيسرع في العمل منتظر أنه هو مش بيبني حاجة استثمارية لنفسه ده كان بيبني حمام سباح أيضا يتحجز على أمواله لخلافات فعندما تتوتد العلاقة من منظور المصالح المشتركة أعتقد فايدة للجميع وإنت هتقول شواءت أخبار رائعة نتيجة هذه الزيارة ستعلنها الأول أنت ستنفرد بيها الآن شوف تم الاتفاق بين المحافظ القاهرة وبين مجلس إدارة النادي الأهلي على توقيع بروتوكول بروتوكول خاص لهذا التعاون المثمر جدا لمصلحة الوطن وبنيته التحتية الرياضية والاجتماعية على أساسه المحافظ أبدأ استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي في إنجاز خطوط الإنشائية اللي بتستهدف بعض النقاط المهمة يمكن تم الاتفاق سريعا على إنشاء جراج متعدد الطوابق في فرع النادي في مدينة نصر عشان يساهم في القضاء على مشكلة الزحام والركنة والدوشة نقطة هنا نتأقت مصلحة الأهلي بيخدم أعضاء لكنها بالدرجة الأكبر هي مصلحة محافظ القاهرة المطالة هناك بقت لا تطاق صحيح تخال كل ده بقى تحت الأرض في جراشات شوف الإنسيابية والمرور المواطن المصري مش بس مواطن القاهرة كل من يخطر أو يمر في المكان على السويس وعلى السخنة منطقة حيوية أنت تساهم في حل مشاكل مرورية للمحافظة والمصر وافق المحافظة على تسويت بعض الخلافات المالية عن الفترة الماضية أنتم عارفين أنه في مشكلة تاريخية الحقيقة للأهلي مع محافظة القاهرة كانت في المجلس السابق أو اللي قبله كمان استدعت في بعض الفترات الحجزة على حساب النادي علشان تسويت بعض الأمور الخاصة بالقيمة الإيجارية المستحقة على النادي منذ عند النادي الأهلي هدفع له فلوس عشان يستمر عند إينا صحيح يعني أنا النادي الأهلي مش عشان نادي النادي الأهلي ونادي الزمال كلها دي الشعبية يجب أن يدفع لها أموالا لتبقى في حضن المحافظة يعني مش إعانات لأن تنمية هذه النواة دي بيحل مشاكل كتير صحيح إحنا بنتصدى مجتمعيا لكثير من الأمور وبنرعى كثير من الأمور المجتمعية وهو عمل سياسي من طراز غير مباشر لكنه شديد الأهمية والقيمة دي حفيدة المحافظ كانت يعني واضح أن هي أهلوية أول وحريصة أن هي تيجي وتتصور مع كابتن الخطيب اللي بيديها تشيرت نمر عشرة وسعيدة جدا بوجودها في النادي الأهلي ربنا تخلي هذا الجيل الجديد اللي هو أمر مصري بإذن الله فاتفق المحافظ على تسويت بعض الخلافات المالية عن الفترة الماضية وأكد المجلس دعمه بالكامل للنادي الأهلي في خططه الإنشائية المتوسعة في كل المقرات اللي زي ما قلت الحضراتكو وزي ما أشاره المهندس عادلي هي في الأصل خدمة للوطن خدمة لأبناء الوطن خدمة للمجتمع كله في أي مشكلة بيتم حلها خاصة بالمرور بالجرشات بغيره هي في الأول وفي الآخر خدمة لكل أبناء الوطن خاصة من مرتدي هذه المناطق سواء اللي في مدينة نصر أو اللي في الجزيرة أو اللي في أي مكان مؤكد أنه لما تكون فيه انسيابية في الحالة المرورية في المنطقة ده بيعود بالراحة على الجميع طب وقود النادي الأهلي بقى خلى المنطقة اللي هناك دي عاملة إزاي آه شوف التنمية فيها عاملة إزاي شوف سعر المتر بقى كام آه آه شوف لما يروح منطقة جديدة حيعمل فيها إيه شوف التجمع شوف أنا كثيرا من الناس اللي بتشتغل في التطوير العقاري مهتمية جدا الأهلي هيبقى فين هيتنين ولا مش هتنين طول النهار قلت له ده خبر حتقروف الجرنات قدوا تسألوني ليه الشطار عايزين يشتري قريب من الأهلي أنا محاق راضيكم في الجرنات آه لكن أنا مش مصدر أن أنا أقولك بس ده ده معناه إيه معناه إيه القيمة التسويقية الناس كلها مهتمية طبعا طبعا فالمحافظ لما يدي لك أي ميزة هو بيخدم تعرف حتى في وسائل العلام كتير جدا آه أصلا أحيب أحط الحاجات في حجمات هاي النهار ده الرئيس عامل ميزات للمهاجرين برا آآ آآ في العقار في العقارات طب شوف تأثير وجود النادي لأهلي في المناطق دي هيعمل لك إفديل وحدها شوف مصر هتستفيد قد إيه بإذن الله كل بارقة أما تعمل طريقين في خناة السويس شوف بتنمي مصر قد إيه وتنمي المنطقة دي لما تجيب حاجة زي النادي لأهلي في المنطقة دي شوف بتعمل إيه هذا هو الفكر وفي نفس الوقت إيه وانت بتعمل بنيات تحتية وأساسية وطرق تسهل بتستشري في المستقبل لما هيكون الترافق عمل إزاي والمرور عمل إزاي والمية عمل إزاي فالدولة تشتغل من جانب وانت واقف معها من جانب آخر درعي النادي الأهلي التسكاري وعالم النادي الأهلي بيقدموا الكابتن محمود الخطيب للسيد المحافظ اللي واضح سعادته الكبيرة بتواجدوا في النادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم الأهلي عنوان رئيسي من العنوين البرزة لمحافظة القاهرة الأهلي في كتير من وسائل الإعلام الأجنبية والعربية لما بيذكر يقولك الأهلي القاهري عملاق القاهرة فدائماً وأبداً يذكر مقروناً بالقاهرة فأنا أعتقد مزيد من التعاون مزيد من المسندة مزيد من العمل المشترك هو ده اللي يخدم مصر هو ده بإذن الله تعالى اللي يدفع بعجلة التنمية الحقيقية في المرحلة اللي جاية بإذن الله كابت محمود الخطيب شكر المهندس عاطف عبد الحميد المحافظة على زيارته للنادي وزي ما شفت حضراتكم بعد الجلسة دي براسم توقيع البروتوكول وده مهم عشان محدش يفتكار زيارة ووعد شكلية ده فيها تفاصيل يتم التوقيع عليها دلوقتي ازاي الأهلي يقدر يسهم بجهوده وبنجومه وبمكانته وبشعبيته وبجمهوره وبأعضاءه في خدمة مجتمعه دل المحافظ كواحد ممثل للسلطة التنفيذية عايزه من النادي الأهلي ازاي يقدر الأهلي يسهم بكل هذه المكونات المؤثرة له مجتمعيا في خدمة وطنه ومجتمعه وازاي المحافظ على رأس السلطة التنفيذية في المحافظة يقدر يقدم من الدعم والمسندة ما يسهل مهمة النادي الأهلي في إنجاز خطته التنموية انا اعتقد دي زيارة ناجحة جدا الوشوش واضحة كاشفة عن حجم الحفاوة والترحاب وأعتقد وجود وسائل الإعلام النادي الأهلي النهاردة باش منس خلية نحلة إعلامية المقافظ مؤكد اندهش أول ما دخل عدد القنوات التلفزيونية عدد ممدوب الصحف والمواقع الاهتمام الإعلام الكبير يا سيد الضهيم هو طبيعي ولكنه ما كانش موجود إنك مشاكلك تتحل في توقيت واحد بطريقة واحدة في جلستين اتنين عشان تجري بيتطفق مع توابه الدولة اجري تعمله في سنة في شهرين بالزبط اللي كان اللي زي ما بيقولوا إيه الريبتاي ده ولا البيروقراطية وشراءة الحمراء التي تعطل الروتين القاتل كل ده بيتلغي دلوقتي فما يجيلك محافظ يتواكب فلسفيا مع هذه الإرادة وهذا الفكر نسعد به ويسعد بنا بإذن الله إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التعاون لإنجاز كل خطة تساهم في تنمية البلد مصر محتاجة هذا العمل المشترك الكبير بجد كل هذه الكينات الكبيرة المؤثرة في المجتمع محتاجة إن إيديها تكون في إيديهم بعض للمرحلة اللي جاية إن شاء الله هي دعوة كمان عشان يعني الأهل لا يحتكر النجاح لكان يقدم النموذج اللي الآخرين عادينا نستجدهم من بالضبط محافظة الجيزة فيها الأهل وزمال لابد أن يكون هذا التوجه أيضا بهذه الرحابة بهذا الترحيب بهذا التفاعل بالرؤية المستقبلية يعني إذا كان من الواجب أن يبقى فيه من دلوقتي جراشات ولا حاجات تتعمل الزمالك لو له حاجات يجروا ويخلصوها له كده عشان كل واحد في منطقته يساعد الدولة في حاجة صحيح أنا هنا أدعو للزمالك كما أدعو للأهل ليه لا